النشر الرئيسية من الفضائية التادية أهلا وسهلا بكم عقد صباح اليوم أعضاء الحكومة اجتماعا حول الطاولة المستديرة التي ستنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في السادس من سبتمبر القادم ترح خلال الاجتماعات مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي ستقدم في الطاولة الشراق عبدالله يأتي هذا الاجتماع الذي جمع أعضاء الحكومة وشركاء التنمية بالبلاد بهدف طرح ومناقشة المواضيع التي تتعلق بالتنمية المستدام وذلك عبر عقد لقاءات ومشاورات استعدادا للطاولة المستديرة التي تعقد في باريس العاصمة الفرنسية وذلك من أجل تجميع كافة البيانات والمعلومات التي تمهد الطريق نحو بلوغ التنمية وخلال الاجتماع تناول الوزراء طرق كيفية بحث عن آليات والحلول الكفيلة التي من شأنها تكون كنوات لأجل عداد استراتيجيات وأخطة وطنية صالحة للتنمية مؤكدين بأن هذا الاجتماع يعد فرصة لتبادر الأفكار سيما الأطروحات الجديدة لكافة الجوانب التنموية وخلق مشروعات جديدة تستيب لمعطيات ألفية وتحقيق النمو على الاقتصادي وترقية المجتمع ولا يتم ذلك إلا بعد تقديم مقترحات جديدة تقدم من جهة الوزراء المعنية وكذلك بلورت كل هذه المشروعات على حدة واجعلها تنمية شاملة يضم كافة الجوانب كالاقتصاد وتحديث الزراعة الصحة والرفاهية الاجتماعية التربية والثروة الحيوانية والإرصاد الجوي والنقل للاتصالات البنية التحتية وبرامج أخر هادفة التي عملت البلاد في مستودتها وخطتها الرامية لبلوغ التنمية من هنا لعام 2030 اقتدمت أعمال الورشة المصادقة على برنامج الخطة الوطنية بمشاركة بعض من مواصلي الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية عبدالله هارون بعد مناقشات ومداولات واقتراحات استمرت ثلاثة أيام من فعاليات أعمال الورشة للمصادقة لمشروع برنامج الخطة الوطنية للتنمية لعام 2017 إلى عام 2021 والتي شارك فيها بعض ممثلية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وبعد الجلسة التفاكورية الجادة خرج المشاركون بعدة توصيات وقرارات للحكومة والمنظمات غير حكومية بحيث شملت القرارات مختلفة القطاعات الحيوية التي تسحم بدورها في التنمية الوطنية والاجتماعية والقدمية كما سيقومون بعرض حزه القطة الوطنية في الطاولة المستديرة التي تؤقد في باريس العاصمة الفرنسية أصنع كلمته القتامية في فعاليات أعمال الورشة العامين العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور جوجيني نور أصنع للمشاركين على تفعيل دورهم الحام ومساحماتهم البناء لوضي القطة الوطنية للتنمية وأكد بأنها توافق على التمام والكمال في أعمال الطاولة المستديرة التي تؤقد في فرنسا من الفترة ما بين السادس والثامن من سبتمبر القادم مجددا شكره على الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم لهذا المشروع الحيوي الفعال ترجمة نانسي قنقر